بسم الله الرحمن الرحيم السيدة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة الضيوف الأفاضل يطيب لي التأكيد أمام سيادتكم أننا لا نزال على القسم ولا تزال كلماتكم دليلاً وحافزاً في العخول واليوم نعلن أن الحلم أصبح واقعاً والخيال أضحى إنجازاً ملموساً وأن الجهدة كما تعلمنا من سيادتكم والمتابعة والتصميم هم أبجاديات النجاح اليوم نشهد إطلاق الأكاديمية العسكرية المصرية في عهد جديد يستند إلى ماضٍ شامخ ويبني لغضٍ على أسسٍ علميةٍ حديثة وإيمانٍ سابتٍ كالجبال ولولا قيادةٌ حكيمةٌ وعقيدةٌ عسكريةٌ مطمئنة لما كان لهذا العملاق أن يكون وما كان لهذه الواحة أن تستمد ظلها من أبطالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه السيد القائد الأعلى لقوات المسلحة إن توجيهاتكم دليلٌ لعمل اليوم والغد يوم أعلنتم سيادتكم عن تقديم جيلٍ عاهد الله تعالى واهباً النفس محافزاً على الوطن متسلحاً بالعلم في وطنٌ هو علامة الحق في ميزان المكان وعنوان الحضارة على امتداد الزمان وكما تؤكدون سيادتكم إنه في ظل عوضاعٍ إقليميةٍ ودوليةٍ بالغة التعقيد فإن تعظيم القوات الشاملة للدولة أولويةٌ وطنية فيقيننا سابتٌ بأنه من طلب السلام فعليه امتلاك قوةٌ تحافظ عليه أساسها مقاتلٌ تكون في أكاديميةٍ عظيمة اليوم نبتسم بامتنانٍ لكل من وقف خلف إنجازٍ يشهد على قوة الوطن اليوم نجدد الولاء لقائدٍ لم يكتفي بمواجهة العقبات بل حدق بساباتٍ لما خلفها موجهاً بأن بناء القوة والحفاظ على الهيبة يُحَتِّم بيئةً تعليميةً حديثة تجمع القيم الوطنية والعلوم العسكرية تواقب واقعاً مليئاً بالتحديات فكانت الحاجة لأكاديميةٍ عسكريةٍ تُعدُّ أجيالاً قوية لا تتوقف عند متطلبات اللحظة الحالية بل تتطلع إلى مستقبلٍ من التحديات والبناء لينطلق التموح بلا قيد وقد أصبحنا بحمد الله بوطقةً تجمع مختلف الهيئات والمؤسسات في سبيكةٍ قويةٍ صُلبة في وطنٍ هو الكلُّ في الواحد في الآمال العظيمة هنا تلتقي العقول وتمتزِج العلوم لتحقيق هدفٍ عظيم هو إعدادُ جيلٍ متكامل يجمع القوة إلى العلم والولاءة مع الموهبة والطموحة مع الإخلاص اليوم بلسانٍ يعجز عن صياغة السناء أتوجَّه إلى القيادة العامة لقوات المسلحة التي لا تألو جهداً في دعم الأكاديمية بما يمثل القوة الدافعة وإلى زملائي وأبنائي في عائلة الأكاديمية الذين لم يبخلوا بعلمهم واعتنوا بالطلبة تعليماً وتوجيهاً وتصويباً ونصيحة كنتم جنوداً مجهولين وقفتم خلف كل بطل يُصنع وإنجاز يتحقق فلكم الفضل في كل نجاح كما أشيد بجهود السادة مدير الكليات العسكرية التي جعلت العملية التعليمية مثالاً على التميز والجدية ولعلّ في اعتزاز الطلبة بالانتماء إلى هذه المؤسسة العظيمة شهادة حية على النجاح وأتوجه بالتحية إلى قادتنا ومعلمينا الذين حملوا أمانة الكليات العسكرية منذ نشأتها فأدّوها حق أدائها وإلى أبناء في يوم نجاحهم حين أكد السيد القائد الأعلى إنه مطمئن عليكم انتقلت الطمأنينة إليكم فاكتزتم الصعاب وكنتم عند حُصن الظن ضعوا نصب عينكم إنكم امتداد لجيل أخذ الحق بقوة فتحية لقائد الوطن وأبطال القوات المسلحة في احتفالات النص وإلى الأهل الأعزاء الذين وضعوا أبنائهم أمانة في أيدينا ولعلّنا قد أدّينا الأمانة فهنيئاً لكم بما قدّمتم للوطن أغلى ما تملكون حتى وقف أبناؤكم وأبناؤنا على عتبة المجد مطمئنين واسقين سيادة فريس نُجدد العهد بإننا ماضونة بخطة قوية خلف قيادة حكيمة وبقلوب تؤمن بآمال وطن عظيم وبفضل قيادتكم وتوجهاتكم ستبقى الأكاديمية العسكرية المصرية باباً للعلم ونبعاً للقوة ومصنع الأبطال حافظ الله مصر شعباً وجيشاً تحت قيادتكم الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته